قال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم معنى الحديث أن العمل الصالح لا بد فيه من نية صحيحة خالصة لوجه الله تعالى كي يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى والرياء حرام وهو العمل بالطاعة طلبا لمحمدة الناس فالمسلم إذا صلى ليقول عنه الناس فلان من المصلين فإنه يكون مرائيا في صلاته ومن وقع في الرياء فقد وقع في ذنب كبير ولا ثواب له في عمله فعند القيام بعمل الطاعة ليكن قصدك مرضاة الله تبارك وتعالى وحده وهو ما يسمى الإخلاص في العبادة